بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم نستكمل ما بدناه في شابتر نمبر 5 Mechanical Properties of Material اللي هي الخواص الميكانيكية للمواد هنأخذ نهاردة اليوم قانون من أهم القوانين في علم المرونة هو قانون هوك القانون بيقولي أن سبرينج سبرينج يعني ملف زنبروك زنبروكي مثلا هو عبارة عن عنصر هذا زنبروك يخزن طاقة وضع طاقة وضع هذا زنبروك عادي جدا هذا زنبروك يخزن سبرينج هو عبارة عن عنصر يخزن طاقة وضع هو عبارة عن عنصر لما زنبروك يحصل له استطالة ممكن أن تضع صغل هنا مثلا كتلة صغيرة كبيرة يحدث له استطالة هو عبارة عن عنصر لما زنبروك يحصل له استطالة أو ينضغط يعني لو عندك زنبروك هذا زنبروك ممكن بهذا الشكل مثلا ممكن لو أنت شديت يحصل يحصل لو أنت ضغط يحصل تمام يحصل ضغط يبقى ممكن استطالة أو ضغط وكلهما تمام حصل تغير في الشكل القوة المطبقة سروق القوة طبعا يبقى مطبقة خلال مسافة شيء طبيعي القوة يبقى هنا F أو هنا F يبقى مطبقة خلال مسافة Work is done وبالتالي هناك شغل مبزول يبقى أنا عندي قوة وعندي مسافة يبقى في شغل شيء طبيعي لأن Work خدنا قبل كده عبارة عن قوة مسافة The work done goes to the spring in the form of potential energy الشغل المبزول تحول أو أعضي للزنبروك على هيئة طاقة وضع بمجلب الرمز The spring force is a restoring force القوة بتاعت الزنبروك هي قوة استعادة يبقى قوة استعادة قوة استعادة which brings the spring back to its rest point does work يعني قوة الاستعادة هي التي تعد بمجرد أن نرفع السخة أو القوة بتاعت يزيلها القوة الزنبروك يرجع إلى نقطة البداية rest point نقطة مدى المرونة If the spring is stretched within its elastic limit يعني إذا كان هذا الزنبروك حصل له استطالة في مدى المرونة بتاعته Its spring back to its rest point وهذا الزنبروك يرجع إلى نقطة البداية بتاعته غير كلا لا اللي هو يقوله في الجزء الأخير أو في الخط الأخير If a spring is stretched between its elastic limit يعني إذا الزنبروك حصل له استطالة خارج مدى المرونة يعني أزدنا أو زودنا قوة هذه القوة قوة كبيرة أكبر من حد المرونة It becomes Deformed يعني هذا زنبروك يحصل له تشوى يعني ما نرجعش إلى rest point نقطة البداية بتاعته Hoxelum طبعا As illustrated له كما هو موضح The distance spring is stretched is called elongation أي elongation اللي هي استطالة أنا عندي rest point هذه نقطة البداية أنا حقيت قوة أثرت بقوة هنا حصلت استطالة من هنا من النقطة لغاية النقطة دي المسافة اسمها elongation استطالة تمام ودي نقطة البداية ودي the last limit دي حد المرونة لو زدت عن حد المرونة يحصل له تشوه Deformed اهي تشوه تمام تشوه في جسم يبقى كما هو موضح بهذا الشكل The distance spring is stretched is called elongation Robert Hooke was the first Robert Hooke هو العالم Robert Hooke طبعا هو كان اول واحد تكتشف انه the spring force ان القوة الزنبروك is directly proportion to the elongation بتتناسب تناسبا ضرديا مباشر يعني ضردي يعني مع الاستطالة اليوم احنا بنسمي هذا القانون هو قانون هو طبعا روبرت هو تقريبا هو في القرن الستاشر وبالضبط عام 1635 طبعا ولد في هذا العام 1635 وكان عالم كيميا وعالم فيزيا هو انجليزي الاصل واول من وضع نظرية للمرونة وكانت هذه النظرية مقبولة اللي هي بلاخصها القانون بتاعه اللي هو قانون هوك طبعا نساخها في قانون هوك ولازم ناخذ في الاعتبار مهمة جدا هذا القانون ينطبق اذا كان الجسم مرن ما ينفع يجب يكون جسم مرن وكمان برضو من الحاجات المهمة جدا ان اذا زيادت القوة عن حد المرونة فان الشكل الجسم يتغير بصورة دائما يحصل يتشوى العلاقة فورميلا فورز سبرينج ان الف ايس اهي اف اندكس هذا القانون من بتاعه طبعا احيانا يبقى اشارة سالبة هوكس لهم الف اس عبارة عن سبرينج فورس قوة الزنبروك الك هي سبرينج كونستانت ثابت الزنبروك او يسمونه ثابت ثابت هوك ومعدين الاستيضالة هذا قانون مهم جدا القانون بتاعه هوكس سبرينج كونستانت is different for different springs and depends upon the type of material ثابت الزنبروك طبعا يختلف باختلاف الزنبروك نفسه ويعتمد على نوع المادة بتاعت الزنبروك ثابت الزنبروك عبارة عن بسموها في المواد الاستفر لمواد الصلبة مقياس لمين لصلابة الزنبروك مقياس استفر يعني صلابة صلابة القيمة الكبيرة لثابت الزنبروك دول على ان الزنبروك صلب formula for potential energy stored in spring حاجة مهمة جدا المعادلة مهمة جدا برضو ان eb potential energy هي طاقة الوضع المخزنة او المحفوظة في الزنبروك بفعل القوة تساوي نص kx تربيع eb potential energy in joules وحديتها j كي ثابت الزنبروك وحديته newton لكل متر و x elongation وحديتها بال meter remember that تذكر ان un idle spring in الزنبروك المثالي there is no loss of energy لا يوجد فقد في الطاقة due to the fraction بفعل مين بفعل الاحتكاك ده بالنسبة للزنبروك المثالي هنا hox law when the spring force is polluted versus the elongation اللي حسمنا علاقة بين force اهي spring بتاع force afs مع elongation مع الاستطالة the resulting graph is a linear relation العلاقة اللي طالع هي علاقة خطية the resulting graph المنحنة الناتج is a linear relation هي علاقة خطية the slope of the curve represents the spring constant من الخط ده ممكن من الخط ده ممكن يبقى مقابل مقابل على مجاور الجزء ده على الجزء ده تمام tan ad zeta يبقى tan zeta مقابل على مجاور طيب ده يديني مين يديني ثابت الزنبروك يبقى من الخط اللي طالع ده يديني ثابت الزنبروك تمام the slope of the curve represents the spring constant while the area under the curve ولكن المساعة تحت منحنة اللي هي دي يا الشباب المساحة كلها اللي هي باللون الأصفر إذن عبارة عن ايه the area under the curve المساحة التحت منحنة represents the potential energy تمثل طاقة الوضع stored in the spring المحفوظة أو المتخزنة في الزنبروك ده عبارة عن المعادلة مهمة جدا في القانون بتاعته بتديني الشغل المبزول بتديني طاقة الوضع هنأخد بعض الأمثلة المهمة برضو الأمثلة بتقولين a coiled spring زمبروك على هيئة ملف is stretched 0.5 يبدي x 0.05 meter the elongation the stall by a weight of كذا يبدي القوة اهي the f s تقوم 0.5 newton يعني half newton hung from one end يعني معلق من احدى النهايات اهي زي كده هذه القوة تحطت كده f s وهو معلق من احدى النهايات اهي بهذا الشكل تمام how far will the spring stretch if a one newton weight replaces the 0.5 newton weight ايه معلق الكلام ده بيقولك الزمبروك سيستطيل بمقدار كام لو استبدالنا القوة القوة كانت 0.5 طب لو استبدالنا بواحد newton بدل half newton بقيت one newton سيبب الاستطالة كام اول حاجة افكر انا العلاقة اهي f s يسوي k f x في الجزء الاولاني هو مدين f s 0.5 مدين x 0.05 500 متر يبقى ممكن احسب k spring constant ثابت الزمبروك 10 newton per meter بعدين اعود في المعادلة الثانية نفس المعادلة عشان اجيب الاستطالة بس اعود بالقوة بكام بواحد newton انا اهدماش انا الاستطالة الاستطالة في هذه الحالة ان x تسوي f s على k تمام في هذه الحالة f s بكام ب one newton القوة استبدالنا القوة 1 newton و k لا تتغير لانه سابت المادة 10 newton per meter 0.1 متر عندما غيرنا القوة ضعفناها التي استطالة ضعفت الاول 0.5 0.1 اضرب المقدار 0.5 في اثنين يجب اضرب القوة في اثنين ضعف المقدار مقدار القوة مقدار على 0.03 300 متر هنا لاحظ ان الوزن يعطيه شيء طبيعي يجب قوة الزنبورغ ف ف k 2 newton متر وهذا مقدار 0.3 وفي هذه الحالة الف اثنين 0.3 newton اضرب المقدار 14 newton متر مقدار 0.4 مقدار مقدار المقدار وك المقدار 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 عندما 0.6 كيلو من مقدار من كيلو مقدار 1 كيلو اي كيلو المقدار وضع ب المقدار بطاقة الوضع ب 0.5 k اي ب مقدار ا ا ا ا الكية اهي اهي. ومديني الاكس اهي اهي. الله طب ما ليه مديني الكتلة? اه مديني الكتلة عشان يلغبضك. تمام? بعض المسائل يديك حاجة كده هي اصلا مش مطلوبة مش هتستخدمها. تمام? مش مطلوبة مش هتستخدمها. لكن هو عايز برضو ايه? عايز يدخلك في متاهة. لكن لا احنا لو حافظين القانون صح ما فيش اي مشكلة بالنسبة لنا. عايز بوتينشيل انيجي لسبرينج. انا خدت بوتينشيل. لان هو اتنين قانونين بس. الف اس تساوي كيف اكس. والقانون الثاني هو البوتينشيل انيجي بيساوي نص كا اكس تربيع. ادي اتنين قانونين اللي خدناه. ما دخلش نفسي متاهات. هو عايز بوتينشيل انيجي يستخدم القانون ده اعطوه نص كا اكس تربيع. ادي الكيل هو 14 مدهاني اهي. ال اكس مدهاني اهي. او بوينت فور. اعود اجيب تطلع لي 1.12 جول. تمام? ده عبارة عن بوتينشيل انيجي. شكرا لكم.